العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هدي تفنون العلم والأدباء فاطلب هدي تفنون العلم والأدباء سابق عن بعض مبادئ علم الفراغ وتوقفنا عند الحديث على فضل هذا العلم واقتبسنا مجموعة من الأحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الآن دعونا ننتقل إلى حث الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تعلم هذا العلم وأنه كان يحتل مكانة بارزة عندهم يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا اللحن اللحن يعني طريقة إقامة اللسان بالنطق الصحيح كأنه يقول تعلموا النحو والفرائض يعني المواريث هذا الذي نقوم به الآن والسنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون القرآن لن يختلف أحد في تعلم القرآن لأنه كلام الله عز وجل وهو الدستور وهو الشريعة التي أمرنا بها فقد يفرط البعض في تعلم الأمور الأخرى فسيدنا عمر أرشد إلى تعلم السنة وإلى تعلم الفرائض وإلى تعلم اللحن أو النحو كما نسميه اليوم وقال سيدنا عمر أيضا تعلموا الفرائض فإنها من دينكم طبعا لأنها وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من العلماء المبرزين في علم الفرائض والمواريث وفي سأر أبواب الفقه يقول من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض إذن هناك اقتران بين الفرائض وتعلم القرآن الكريم ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال له أمهاجر أنت يا عبد الله فيقول نعم فيقول إن بعض أهل مات وترك كذا وكذا فإن هو علمه فعلم آتاه الله إياه وإن كان لا يحسن فيقول فبما تفضلون يا معشر المهاجرين معنى كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إذا عندما تكون مهاجرا فيأتيك من يريد أن يتعلم ويقول هل أنت من المهاجرين فتقول نعم إذا مباشرة كونك مهاجرا فهذا يعني أن عندك مكانة كبيرة في العلم فيقول حدثت موضوع تعلق بالميراث وتقسيم التركة فما نصيبي منه فإن أجابه فهذا علم من الله وإن لم يجبه فسيقول له إذا كنت لا تعلم إذا بماذا تفضلني فلاحظوا كأن عدم العلم بالمواريث حتى إذا صدر من مهاجر فيأتي إنسان أعرابي ويقول إذا ما فضلك عليه هذا يبين إتقان هذا العلم أيضا مما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون يعني لا يقول الأحد مثلا هناك من العلماء من يفتي في هذا العلم لأنه ربما يأتيه شخص ويسأله ولا يسأله عالما آخر أو ربما يكون في قوم لا يعلمون لا يجدون عالما بينهم إلا هذا الرجل فهذا يأمر بتعلم القرآن والفرائض فلاحظوا هذا الاقتران أيضا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو أيضا من العلماء المبرزين في الفرائض وفي سار أنواع العلوم وله أراء تميز بها كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب مما لا يحجب علم الفرائض إذن هو الآن يبين على بعض الأبواب والفروع التفصيلية في هذا العلم أن تعلم الحجب لا يكفي أن تقول أن أعلم أن الزوج يرث نصف التركة لكن متى يرث هذا الأمد؟ قد تقول لا أعلم أن أعلم أنه في بعض الحالات يرث النصف هذا لا يكفي فلابد من علم ومعرفة باب الحجب قال عروت بن الزبير رضي الله عنه ما رأيت أحدا أعلم بفريضة ولا أعلم بفقه ولا بشعر من عائشة إذن لحظوا أن هم عندما يقارنون بين علماء الصحابة كانت قضية علم الفرائض وإتقان المواريث مما يتميزون به فيقول ما رأيت أحدا أعلم بطب ولا شعر ولا بفرائض من عائشة رضي الله عنه وهي أيضا عالمة كبيرة في هذا المجال مما يدل هذا أن مسروقه من التابعين قيل له هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ هل تعلم طريقة تقسيم التركة؟ فقال إي والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض إذن كانت مرجعا للإفتاء في هذا العلم وهذا يبين مكانة المرأة في الإسلام منذ العصور الأولى أنها متى ما تميزت بما يتميز به أصحاب الفضل من العلم والأخلاق والبذل والتضحية فإن أنوثتها لا تمنعها من المنافسة وقد رأينا مواقف خديجة رضي الله عنها وهذه الآن عائشة وغيرهن من نساء الصحابة ومن بعدهم قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كاليدين بلا رأس إذن لا يكفي فقط أن تقرأ القرآن نطقا وقولا وأنت لا تحسن الفرائض هذه كلها تبين أهمية هذا العلم وقد روى هذه الآثار بدءا مما ورد عن سيدنا عمر وعبده المسعود بن عباس وغيرهم روىها ابن أبي شيبة رحمه الله الآن هذا يبيننا شيئا من فضل هذا العلم فلنتكلم عن واضع هذا العلم من الذي أسسه الذي أسسه ووضعه هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كمصدرين أساسيين واجتهاد العلماء في عدة آيات كما سيمر بنا في دروس تالية إن شاء الله مجموعة آيات في كتاب الله عز وجل تولى الله بنفسه قسمة المواريث على أصحابها لم يكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل إلا بعض الأحكام التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هناك دائرة اختلف فيها العلماء فاجتهدوا واختلفوا بدءا من الصحابة إلى هذا اليوم دخلت في هذا العلم طيب ماذا يسمى هذا العلم؟ ما الاسم العلم لهذا العلم؟ هو علم الفرائض لماذا أخذ هذا التسمية؟ مأخوذ من مفرد كلمة الفرائض وهي الفريضة والفريضة يعني هي النصيب المقدر في الشرع كما نقول النصف، الربع، الثمن، الثلث، الثلثان، السدس فهي فرائض محددة فنظرا لشيوع هذه الكلمة في هذا العلم استحق هذا العلم أن يسمى باسم الفرائض من أين يستمد هذا العلم؟ استمداده أساسا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت السنة مؤكدة لبعض ما ورد في القرآن وأتت بأحكام أخرى وهذا مما سيتبين خلال الدروس التالية وثبت بعضه أيضا باجتهاد العلماء ما حكم تعلمه؟ حكم تعلمه فرض كفاية يعني يجب أن يكون في المسلمين من يتقن هذا العلم هو ليس فرض عين يعني لا يلزم أن يتعلمه كل مسلم لكن يلزم أن يكون في كل بقعة من البقاع ووطن من الأوطان ومكان من الأماكن من لو أراد المسلمون هناك أن يعرفوا تقسيم التركات أو وقعت حالات عينية خاصة يريدون أن تقسم تركة ميت من الأموات أن يجدوا عندهم من يفتيهم فإذا لم يوجد فقد أثموا إذن هذا معنى فرض الكفاية فرض الكفاية بشكل عام هي كل مهم ومطلوب شرعي يكفي أن يقوم به مجموع المسلمين لا جميع المسلمين المجموع في الجملة إذا أدوه ولو شخص واحد قام بهذا الأمر هذا يكفي إذن نحن نعتقد في هذه الدروس أن نؤدي فرضا من الفروض المطلوبة على المسلمين فرضا كفائيا بعد أن فرغنا من الحديث عن حكم هذا العلم سنتحدث عن المسائل التي سوف نناقشها ونتطرق للحديث عنها في هذا العلم يعني ما هي المسائل التي سوف نتحدث عنها سنتكلم عن الفروض عن هذه الفروض التي ذكرناها منذ قليل عن النصف الربع والثمن وغيرها من يستحقها ما هي شروط استحقاقهم سنتكلم عن العصبات وهي طريقة مختلفة في التوريث ليس هناك فروض محددة إنما نوع من تأخير الميراث إلى أن يتبقى شيء منه وله أنواع هناك الحجب وهو تقديم بعض الورثة على بعضهم الآخر وحجب بعضهم ببعض هناك تأصيل المسائل إذا أردنا الآن أن نقوم بعمليات حسابية ما هي الأصول التي سوف تتأصل منها المسائل الفرضية وماذا لو انكسرت المستحقات أو الأنصبة على عدد هؤلاء الورثة كيف نصحح هذه المسائل سنتكلم عن قسمة التركات وعن غيرها ما هي بعد أن تكلمنا عن المسائل سنتحدث عن أبواب علم الفراض يا ترى ما هي الأبواب التي سوف سنتحدث عنها تباعا بدءا من الدرس القادم أو الذي يليه الدرس القادم سنتحدث عن شيء من مقدمة لمتن الرحبية ثم سندخل في مصطلحات سنتكلم عن أحكام الإرث ما هي بعض أحكام التي ستحدث عن ما يسمى بأركان الإرث سنتحدث عن شروط الإرث عن أنواع الإرث عن أسباب الإرث عن موانع الإرث سنتكلم عن أصحاب الفروض كالنصف والثلثين وغيرها سنتكلم عن التعصيب سنتكلم عن الحجب سنتحدث أيضا عن تأصيل المسائل وتصححها هناك أبواب بهذه الطريقة سنتحدث عن المناسخات وما معناها سنتحدث عن الإرث مع الاحتمالات كإرث الخنثة المشكل وإرث المفقود وإرث الحامل سنتكلم عن ذوي الأرحام هذه كلها أبواب هي موجودة ومعروفة في هذا العلم أسأل الله بعد هذه المقدمة وهذا التمهيد بين يدي هذا العلم أن يكون التصور هذا العلم قد اتضح وتبلور في أذهانكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من العلماء العاملين القائمين بنشر شريعة الإسلام بجمالها وكمالها وبهائها لكي يعلم الناس أن الإسلام ليس دينا سطحيا لم يمس جوانب الحياة فنحن من هذا نتقرب أبو الله عز وجل أن نبين أن حتى أدق هذه الأمور أعطاها الإسلام أهميتها مما يبين إن شاء الله كما يتبين من تعرض للعلوم الأخرى أن الإسلام دين شامل لكل مناح الحياة وهو صالح لكل زمان ومكان جعل الله وإياكم من العلماء العاملين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير وغفر ما كان من الزنوب وستر ما شان من العيوب ترجمة نانسي قنقر